بسم الله الرحمن الرحيم دي صورة بتوضح الرنر الخاص بفرانسيز وعدة صور لي الفلو بيدخل في اتجاه الراديس من الكتر الكبير وبيخرج من الكتر الصغير في اتجاه الأكس ولذلك زي ما اتفقنا تسمى ميكسد فيلو ترباينز كذلك هنا بالنسبة للصورة بيدخل في اتجاه الراديس وبيخرج في اتجاه الأكس ودي صورة بتوضح شكل الرنر علشان نقدر نفهم الحسابات الخاصة بهذا الرنر محتاجين نشوف الديمينشنز الخاصة بفرانسيز ترباين رنر بيبقى فيه كتر كبير للرنر اللي هو كتر الدخول وهنسميه D1 وكتر الخروج وهنسميه D2 بين الكترين بتتواجد الريش بميل معين وبيكون اتجاه الدوران بهذا الشكل لو خدنا أو بصينا لمقطع لهذا الرنر من الجن ممكن نشوفه بالشكل ده وفي الحالة دي الدخول بيبقى عند الدي وان وعند عرض بي ويه الخروج بيكون عند الدي تو وعند ويتس بيكون بي تو يبقى البي الدي وان عشان نتفق على التعريفات اللي هتستخدم في أثناء الحسابات أو شرح الفلوستي تريانجلز الدي وان ده كتر الدخول وده الكتر الكبير البي وان الويتس في الدخول الدي تو الكتر في الخروج والبي تو الكتر الويتس في الخروج الفلوستي تريانجلز عشان نرسم مسلس السرعات اتفقنا قبل كده في محاضرات بيلتون ان مسلس السرعات بيتكون من ثلاث اضلاع رئيسية الضلع الاول يمثل سرعة المائع سرعة المية الابسوليوت فيلوستي اوف ووتر والضلع الثاني يمثل سرعة الريشة نفسها والضلع الثالث الريلاتيف فيلوستي بين السرعتين فلو احنا رسمنا الريشة بتاع فرانسيس بهذا الشكل فدائما هيكون المماثل الريشة يمثل الريلاتيف فيلوستي اللي هي الVR وبما اننا في الدخول هنسميها VR1 بتكون ميلة بزاوية بيتا 1 وهي ميل زاوية بيتا 1 تمثل ميل الريشة او زاوية الريشة في الدخول المماثل او العمودي على الريشة بيمثل اليو اللي هي سرعة الرنر نفسه اليو 1 واللي بيقفل المثلث بيبقى ال V1 اللي هي سرعة المية الابسوليوت وبتكون واخدة ميل بنسميه alpha 1 والسبب في هذا الميل هو ال guide van angles ولذلك تسمى alpha 1 هي ال guide blade angles او ال guide van angles ال V1 لو احنا حللناها لمركبتين مركبة المسؤولة عن او المركبة المماثية والمركبة الافتجاه ال Radial المركبة المماثية تسمى ال V1 وهي المسؤولة عن الباور او تسمى الور لفلوستي والمركبة الراديال تسمى الفلو فيلوستي وهي مسؤولة عن دخول الفلو للريشة بالنسبة للخروج بنفس الطريقة هنرسم المسلس الموازي للريشة هيبسل الVR2 وبيكون ميل بزاوية بيتا 2 كذلك العمودي على الريشة يسمى الU2 أو سرعة الرنر نفسه ولكن عند الخروج يعني محسوبة عند الديامتر D2 واللي بيقفل المسلس بيكون الV2 وإحنا بنتعمد دايما في الديزاين بتاعنا نخلي الV2 تكون راديال بحيث انها تعمل زاوية قائمة مع الU مع المماس وبالتالي الV2 هتساوي الVF2 والVU2 هتكون بصف وده اللي بيعطي فيه طبعا كذا احتمال لهذا المسلس ولكن كون الVU2 بتساوي صفر ده بيخلي الباور اللي بنحصل عليها ماكسيمان باور يبقى من هنا نقدر نلخص المسميات الخاصة بمسلس السرعات بأن البيتا 1 أو البيتا بشكل عام هي الريلاتف فيلوستي أنجل أو البيليد أنجل وإذا قلنا بيتا 1 تبقى قات إنلت ولقلنا بيتا 2 عند قات أوتلت الالفا 1 تسمى الابسوليوت فيلوستي أنجل أو الجايد فان أنجل وده موجودة في الدخول اللي هي خاصة برياش التوجيه الـU1 دي بتحسب عند الـD1 وتبقى باي D1 في إن على 60 والإن هنا اللي هي الاسبيد أوف رانر والـU2 بتحسب عند الـD2 عند الخروج لو استخدمنا مسلس السرعات نقدر نستنتج منه إن الـVU1 ممكن تساوي V1 كوزين ألفا 1 ويهي الـVF1 هي الـV1 سين ألفا 1 كذلك ممكن نحسب البيتا بإن إحنا نقول تان بيتا تان طبعا بيساوي المقابل على المجاور يعني VF1 على المجاور اللي هو الجزء ده يبقى التان بيتا 1 هتساوي VF1 على VU1-U1 بالنسبة لمسلس السرعات في الخروج نقدر نستخدمه في حساب البيتا 2 ونقول التان بيتا 2 هتساوي المقابل اللي هو الـVF2 أو الـV2 Divide by U2 وطبعا ده في حالة إن الخروج راديل وفي حالة إن زاوية الخروج بالنسبة لفلو قائمة قائمة الزاوية أو يسمى راديل في لوقات أوتلت والـVU2 بتكون بصفر Variation of runner shape and inlet velocity triangles with specific speed مسلس السرعات ممكن يكون له عدة أشكال في الدخول بتختلف حسب ميل الريشة وكذلك ميل الريشة بيختلف مع اختلاف الـ specific speed فإذا كانت الـ specific speed أقل من 70 في هذه الحالة ده بيسمى slow runner وبتكون في الـ beta 1 أقل من 90 والـ alpha 1 بتتراوح من 15 لـ 25 درجة أما لو كانت الـ specific speed من 70 لـ 120 فده بيكون medium speed runner وميل الريشة بيختلف في هذه الحالة بحيث إن الـ beta 1 بتكون 90 درجة في حالة الـ specific speed أكبر من 120 وأقل من 220 بتبقى الـ high speed runner وبتكون beta 1 أكبر من 90 وبتاخد الريشة الميل اللي في الشكل اللي قدامنا ده في حالة إن الـ specific speed أكبر من 220 لـ 350 ده بيخليها very high speed runner ما زالت الـ beta 1 أكبر من 90 ولكن أكبر بقيمة أكثر وبيكون very high speed runner طبعا في الوضع أو الأرقام الموضحة قدامنا كلها بتكون عند alpha بتتراوح من 15 لـ 25 درجة ترجمة نانسي قنقر